بدون سن قوانين مثل ما حصل في أمريكا في الولادات المتحدة الأمريكية كان هناك قوانين للتصحيح أفيرماتيف أكشن وهذه القوانين الأفيرماتيف أكشن مكنت تحدثت عن كووتاز للأقليات في أمريكا في مجالات العمل يعني مكدونالدس مجبرة أن تشغل في المجالات المختلفة من الموظف العادي إلى الموظف الإداري أن تشغل نسبة محددة من مثلا السود والأقليات المختلفة هناك حاجة بإسرائيل لسم قوانين ولكن يسم حاكمك ظلمة يعني حاكمك ظلمة في الله هو الذي يكرر لذلك بالضبط 100% لذلك الأمر الثاني ها استراتيجية واحدة محاولة التغيير في البرلمان وهذا العمل لا نكون به حتى الآن للأسف أصلا يعني إخراج الموضوع من خلال البرلمان وعرضه في اللجان المختلفة هذا الأمر لا نكون به في البرلمان الأمر الثاني بدأت فرص قصدك في الموضوع هل هناك تهميش للقضايا الاجتماعية والاقتصادية ضمن نشاط المنتخبين العرب في البرلمان أو عدم اهتمام أنا يعني معلوماتي غير يعني أنا بعرف أنه فيه اهتمام لا أنا أعطيك أنا برأي أنا برأي اه يعني في السنوات الأخيرة اه البرلمانين البرلمانين العرب اه بقريبا لم تكن لهم أية مبادرة اه إلا قل قليلة يعني مبادرة هنا وهناك يعني تقول أهميتها إلى السفر لم يقوموا بأي مبادرة اقتصادية اجتماعية لتطوير على المشتراعات أنا أعطيك مثال جدي جدي أه يعني بدون يعني مش لأني متحيز موضوعيا النائب محمد بركة عقد أكثر من مؤتمر في الكنيسة وشكل لوبي يهود عربي ومقتصين عرب ويهود اقتصاديين وبحثة القضايا الاقتصادية عشية الميزانيات وللأسف الشديد يعني صرخة في وقت يعني يعني إحنا كعربنا نصيحة لوبي له تأثير قبل قبل عشية الميزانية مثل ما تلقى يعني نلعب اللعبة الداخلية البرلمانية لا ملعبهاش اللعبة قائمة اللعبة قائمة على أساس أن الأكثرية الحاكمة تحاول أن تضعقف الهامس ولا كلمة لك طيب الأمر الثاني يعني نعود الأمر الثاني نتوقف قليلا عند الفاصل ثم نعود إلى الحوار ابكوا معنا عدنا مجددا إلى الحوار كنا نتحاور في أغلب وقت هذه الحلقة لموضوع التشغيل العربي في الداخل موضوع الاجتماعي الاقتصادي معنا ضيفينا يوسف جبارين المحاضر الجامع ومخطط مدن والنقابي جهاد عقل سنواصل كليلا الحوار في هذا الموضوع ثم ننتقل إلى موضوع تاني موضوع الكدس ولكن قبل الانتقال إلى موضوع الكدس أريد السؤال ليوسف جبارين نحن تحدثنا عن الموطنين العرب بشكل عام ولكن هناك قضية حارقة بالفعل هي عرب النقب سبعين ألف عربي هناك عمليا معدومين من كل شيء هناك محاصرين مضبوط يعني في حالة فريدة في العالم اليوم اللي هي في أكثر من أربعين بلد عربية في النقب بلتيصل سكانها بين سبعين لثمانين ألف نسمة اللي هي بلدات غير معترف فيها بتاتم لا تملك لا فيها الكهرباء ولا فيها المي ولا فيها شبكات الشوارع والتصريف الصحة يعني لا توجد فيها أي خدمات والمواطنين غير معترف بهم بتاتم يعني عمليا هن فكروش بمنطقة صنعية بالأول بدهن بنية تحتية على كل يعني أذكر هذا الموضوع مهم جدا لأنه أنا برأي مهم إلنا كفلسطينيين نعرض الموضوع على العالم إنه هناك ثمانين ألف مواطن فلسطيني غير معترف فيه يعني ولا أي حق إلهم في الوجود نسبة البطالة عندهم تصل إلى سبعين وثمانين في المية نسبة البطالة عند النساء في هاي البلدات العربية تصل إلى 95% فهذا إشي يعني محرق جدا مؤسف جدا ودائما نتوجه لهيئات عالمية لمؤسسات عالمية لشخصيات لقيادات عالمية وفلسطينية أيضا طرح هذا الموضوع إنه ماذا يحدث في النقب كذلك الأمر يعني هناك أيضا فيه مليون دنم عربي في النقب اللي تم مصادرته والهدف من عدم الاعتراف في الأربعين بلد عربية هي نقلهم وتركيزهم في بلدات عربية خارج هاي المليون دنم يعني هذا إشي مؤسف جدا يعني جهاد هناك من يقول ويمكن القول صحيح إنه هؤلاء يعني منسيون حتى نقابيا نقابيا حتى داخليا عندنا بدون شك إنه فيه هناك حالة من الإهمال اتجاه هاي الشريحة إذن فيه تقصير من القيادات المحلية اللي حكيناها في البداية قلنا هناك حالة من الإهمال العام لهذه الشريحة يعني ليس فقط هذه القيادة أو تلك لكن هناك حالة واحدة هم ليسوا مهملون في المعطيات التي تصدر عن مصلحة الاستخدام بالنسبة للبطالة في تقرير البطالة بعلش الدكتور يسوي إذا رفض إنه أحد أسباب رفع نسبة البطالة المعدلة العام هي هاي المنطقة يعني إذا بتأخذ بلد من هاي البلدات زي ما تفضلت 70% 60% 68% نسبة البطالة تؤثر على المعدل العام في البلاد لدرجة إنه مصلحة الاستخدام في مرحلة معينة أخفت البلدات هاي من المعطيات برأيي إنه يعني هذا الأمر هو مؤلم ليس فقط على صعيد البلية التحتية بل هو مؤلم جدا في القضية الاجتماعية في مستقبل هذه الشريحة في قضية العنف اللي بيكون إلى تأثير نتيجة الوضع الاجتماعي بالأساس في المستوى الوطني يعني نحن نفقد النقب جزء هام من بلدتنا طيب ما دمنا الحديث عن المستوى الوطني والحديث يطول عن الموضوع الأولاني لكن مضطرين للانتقال إلى الموضوع الثاني الموضوع الثاني هو الموضوع إعلان إسرائيل مجددا قامت 1600 وحدة استطانية جديدة في القدس إسرائيل عمليا تضرب الحق بكل الرأي العام العالمي بكل الأنظم العالمية تفعل ما تشاء وكأنه لا رقيب ولا حاسيب وبالفعل حتى العالم يتعامل معها بشكل بأسلوب يعني مؤيد ويساند وإن كان في بعض الأحيان فقط يقتصر على البيانات التي لا تدعم هذا التوجه أولا دعونا نشاهد التقرير ثم نعود إلى الحوار بعد مرور ما يقارب ثلاثة أشهر على زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي رافقتها أزمة سياسية بين إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية إعلان وزير الداخلية الإسرائيلي إلي شاي عن مشروع استيطاني في القدس الشرقية في حينه تقدم السلطات الإسرائيلية الآن على تبني خطط التفافية تتمكن فيها من الاستيطان بحرية ولكن دون خلق توتر في علاقاتها مع الولايات المتحدة حيث أقرت هذا الأسبوع لجنة التخطيط والبناء في القدس بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة في حي رمات شلومي شمال المدينة إذ سيعطي هذا القرار للطواقم الفنية المباشرة بتنفيذ المخططات لهذا المشروع ولكن الموقف المستهجن المعلن لإسرائيل في هذا الصدد هو إعلان نتنياهو عن أن هذا القرار بمثابة قرار فني لن يطبق الآن خشية من تجدد أي توتر مع الولايات المتحدة في حال تزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي جورج ميتشيل إلى المنطقة وكأن الأخير لن يعلم بالبناء إلا إذا تواجد جسديا في مدينة القدس من جهته أكد المسؤول عن الخدمات الاستخباراتية وعضو السباعية الوزارية دان ميريدور أن البناء الاستيطاني يجب أن يخطط له بذكاء حتى لا يطرح للدعاء بأن إسرائيل تمس بالمفاوضات مع الفلسطينيين بحيث يباشر في الاستيطان بعد انتهاء فترة التجميد في المناطق التي ستكون جزءا من إسرائيل وأضاف أن التجميد سوف ينتهي بعد ثلاثة شهور ولن تكون إسرائيل ملتزمة به بعد ذلك